نحن ندرس الوحدة التاسعة هذه تقريباً آخر وحدة في الشفتر الأول الفصل الأول اللي يتحدث عن العائلة تتحدث عن العائلة تتحدث عن العائلة أخذنا في يونة 8 تعلمنا بعض الأشياء اللي تساعدنا في التحدث اليوم رح ندرس الجزء الثاني اللي أيضاً رح يساعدنا في التحدث رح ندرس بعض الكلمات المفيدة والتعابير المفيدة اللي رح تساعدنا في أثناء التحدث أوكي لنبدأ بـ الكلمات المفيدة اللي رح تساعدنا أثناء التحدث للأسف النشاط عندي في مشكلة أتوقع يعني ما أقدر أنتوا تشوفوا اللي أكتب لكم لكن أنا ما أقدر أشوف اللي أنتوا تكتبوه فتوقع هذي مشكلة يعني رح نواجهها اليوم الفقرة تتكلم عن بعض الكلمات المفيدة اللي رح تساعدنا أثناء التحدث عندي هنا في الجدول في البوكس عندي هنا word الكلمة وإجزامبل عليها مثال ومعناها معناها أول كلمة عندي actually أول كلمة عندي actually actually هنا part of speech لها نوع الكلمة هنا adverb حال actually adverb actually هنا part of speech لها adverb حال شنو معناها معناها in reality in reality شنو معناها بالعرب للأسف يعني ما أقدر أشوف اللي راح تكتبوه فإذا في إمكانية اللي يعرف الإجابة المعنى بالعربي يرفع إيده عشان يجاوب أوكي شنو معناها actually meaning in English as in reality in reality شنو معناها بالعربي actually actually in reality شنو معناها بالعربي بالعربية معناها بالعربية معناها في الحقيقة أو في الواقع أوكي هذه كلمة تستخدم أثناء التحدث actually adverb for example عندي مثال عليها people say bad things about her but she is actually very nice هنا معناها أنه المثال معناها أنه الناس أوكي أوكي حسن يس حسن يس حسن افتح المايك تبعك حسن افتح المايك تبعك على الجهة اليمنى أوكي حسن سوي لها active سوي لها تفعيل فعل المايك عندك أيوة حسن يس حسن شنو معناها actually بالعربية أيوة أوكي تمام يس تمام أوكي يس يس thank you حسن you are right actually actually معناها يس يس حسن أوكي تمام أوكي thank you حسن actually معناها في الحقيقة أو في الواقع هنا example المثال هنا يقول أن الناس تتحدث عنها بأشياء سيئة لكنها في الحقيقة هي لطيفة جدا أوكي but she is actually very nice أوكي هنا الكلمة الثانية really الكلمة الثانية really really part of speech لها نفس الشيء هنا عندي adverb في حال adverb شنو معناها معناها بالإنجليزية very معناها very really معناها بالإنجليزية very معناها بالعربية جدا أو للقاية جدا أو للقاية for example عندي المثال هنا the book is really good the book is really good معناها أن الكتاب جيد جدا أو جيد للقاية الكلمة اللي بعدها الكلمة الثالثة else الكلمة اللي بعدها else else هنا تجيني صفة وتجيني حال else part of speech adjective و adverb معناها معناها بالإنجليزية in addition or different in addition or different يعني بالإضافة أو مثل ما نقول أيضا أو زيادة على ذلك in addition in addition or different else معناها in addition or different مثل ما قلت لكم معناها بالعربي بالإضافة أو أيضا أو مثل بطريقة مختلفة أو بطريقة أخرى أو تجيب معنى زيادة على ذلك okay else هنا for example okay for example ياسمين is typing fortunately finally I can I can see what what can you typing ياسمين is typing okay else else هنا معناها for example المثال عليها do you want to buy anything else هل تريد تشتري شيء زيادة أو إضافة على ذلك or go somewhere else or أنه تذهب لمكان تروح لمكان أيضا يعني مكان آخر okay بالإضافة إلى هذا المكان اللي أنت في okay else معناها in addition or different هنا نفس الشيء هنا أستخدمها أثناء التحدث تفيدني جدا أثناء التحدث okay لكلمة البعدها around كلمة around around معناها about or approximately around معناها about or approximately around around هنا part of speech نوع الكلمة نوع الكلمة هنا preposition of time preposition of time ظرف زمان أو حرف جار خاص بالزمان preposition of time ظرف زمان أو حرف جار خاص بالزمان around مثل ما قلتكم معناها about about or approximately around ما قلت نعم حسن أيها حسن تبي تضيف شيء approximately الكلمة ثانية معناها الكلمة ثانية معناها تقريبا هنا كلمة الرابعة الراوند معناها حوالي أو تقريبا خاصة بالزمان ظرف خاص بالزمان أو حفجر خاص بالزمان معناها بالانجليزية about or approximately حوالي أو تقريبا for example هنا مثال I will meet you at around 6 o'clock I will meet you at 6 o'clock إنه راح أقابلك تقريبا الساعة ستة أو حوالي الساعة ستة أو عند الساعة السادسة I will meet you at around 6 o'clock for example أيها هنا خلصنا بالمثال الكلمة الأخيرة كلمة الأخيرة anyway كلمة الأخيرة anyway anyway part of speech لها adverb يعني أغلب الكلمات اليوم حال adverb حال معناها معناها إنه عندي هنا لها معنين anyway it has two meaning عندها معنين anyway المعنى الأول the first one is it's a term to give a reason for doing something إعطاء سبب لي فعل شيء معين ok to give a reason for doing something for example مثال عليها مثال عليها على هذا المعنى الأول I will drive you home I'm going that way anyway إنه أنا راح أوصلك للبيت لأنه لأنه أنا رايح بهالطريق رايح ok ok هنا أعطى سبب لي فعل شيء معين إنه هنا راح يوصل له للبيت لأنه هو على نفس الطريق ok I will drive you home I'm going that way anyway المعنى الثاني the second one is to return to an earlier subject إنه للرجوع إلى الموضوع السابق ok فأقول anyway as I said I woke up very late today إنه على أي حال هنا معناها على أي حال مثل ما قلت إنه أنا صحيت متأخر اليوم ok هنا للرجوع إلى الموضوع السابق معناها anyway as I said I woke up very late today هنا هذه الكلمات اللي راح الكلمات المفيدة اللي راح تفيدنا أثناء التحدث جدا جدا جميلة هذه الكلمات أثناء التحدث لو تمارسوها بشكل شبه يومي راح يكون طريقة التحدث عندكم سليمة ok عندي هنا common mistakes أخطاء شائعة يقول لي هنا actually is a false friend in some languages يقول لي actually هي كلمة أو صديق خاطئ في بعض اللغات لكن في اللغة الإنجليزية هي معناها في الحقيقة مو معناها الآن ok معناها actually معناها في الحقيقة أو في الواقع ok هنا راح ننتقل لي we are going to move to expressions اللي هي التعبيرات نفس الشي useful expressions راح تساعدنا أثناء التحدث expressions التعبيرات هنا عندي A و B ك conversation حوار أو محادثة why don't we go to the cinema this evening هنا why don't هنا يقول لي متى أستخدمها أستخدمها used to make a suggestion a suggestion ok اعطى اقتراحات أو تقديم اقتراحات لما بقدم اقتراح لشخص معين أقول لي why don't ليه ما تسوي هذا الفعل هنا why don't we go to the cinema this evening إنه ليه ما نروح السينما هذا المسا ok هذا اقتراح ok for example why don't we for example راح أكتبلكم مثال why don't you study for your exam for example إنه ليه ما تدريس للاختبار لاختبارك هذا اقتراح ok مثال ثاني مثلا اودي تشاركوني في الأمثلة بس للأسف ما أقدر أشوف المحادثة توقع عندي مشكلة why don't اللي حاب يشارك بمثال يشاركني بصوت بما أنه ما أقدر أشوف الشات المحادثة اللي عنده مثال يقدر يشاركني بصوت ok حسن yes حسن شنو مثالك أيوة حسن yes حسن hello حسن can you hear me yes حسن why don't sleep tonight ok ok تمام تمام مثالك جيد لكن يحتاج لتعدير راح أكتبه why don't why don't sleep early tonight ok هذا مثالك حسن thank you حسن good example حسن you're welcome you're welcome ok i need i need someone أبقى أحد غير حسن ok شفتوا المثال اللي كتبت why don't we go to the restaurant for example ليه ما نروح المطعم اليوم مثال حسن جيد يقول لي why don't you sleep early tonight ليه ما تنعم نبكر الليلة ok هذا اقتراح ok b good idea فكرة جيدة let us go and see a film and then have a meal إنه دعنا نذهب ونرى الفيلم نشاهد الفيلم من ثم نأكل الوجبة أو نأخذ الوجبة ok هنا نفس الشي use to make a suggestion اقتراح let us هنا عندي let us let us هذه اختصار لي let us ok let us اختصار لي let us let us go and see a film ok for example راح أعطيكم عدة أمثلة طبعا استخدمها let us للإقتراحات for example for example راح أقول let us play football for example إنه دعنا نلعب كرة غدم أوكي هذا اقتراح اقتراح let us play football for example let us watch the movie إنه دعنا نشاهد الفيلم أوكي let us let us watch the movie أوكي هذا مثال ثاني على تقديم الاقتراحات أوكي اللي بعدها مثل ما أقلت لكم let us معناها دعنا لتقديم الاقتراحات عندي A click أوكي أوكي فأنت اللي تغرر أوكي عندي هنا التعبير I don't mind التعبير اللي بعدها عندي I don't mind إنه ما تفرق معايا أو مو مهم أوكي آخر شيء آخر تعبير عندي how about or what about how about or what about the new Angelina Jolie film used to نفس الشيء هنا أستخدمها لما أحب أقدم اقتراح أو أعرض اقتراح فأقول how about or what about معناها ماذا عن أو ماذا عن الفيلم الجديد لأنجلينا جولي أوكي how about استخدمها لتقديم الاقتراحات how about or what about هذه طبعا عندي أسئلة how about what about for example لما أقدم اقتراح أو أعطي اقتراح باستخدام هذه التعبيرات what about the new restaurant for example yes حسن yes حسن عندك مثال what about your studies yes yes good example thank you حسن what about your study شنو عن دراستك ماذا عن دراستك أوكي تمام حسن thank you what about the new restaurant مثلا ماذا عن المطعم الجديد انو أنا اقتراح عليهم مطعم جديد أوكي for example what about the new novel for example ماذا عن الرواية الجديدة أو how about how about the new novel ماذا عن الرواية الجديدة أو القصة الجديدة أوكي هنا تقديم اقتراح أوكي عندي هنا common mistakes اخطاء شائعة هنا لازم انتبه لي بعض القاعدات عندي هنا في الأثناء التحدث هنا يقول لي why don't we go هنا بعد why don't هنا بعد الفاعل لازم يكون الفعل infinitive ما في اي اضافة لا اس ولا ed ولا ing يعني الفعل مجرد ما في اي اضافة مثل go هنا أوكي ما اقول why don't we going لا هذا خطأ فلازم استخدم infinitive نفس الشي عندي let us go let us go let us دائما تاخذ معها الفعل infinitive ما اقدر اقول let us going لا اخطأ هذا اوكي فاقول why don't we go let us go هنا لازم مع why don't والlet us الفعل infinitive ما في اي اضافة اوكي اللي بعدها how about or what about هنا لا هنا يختلف تماما عن القاعدة اللي قبلها اللي قبلها هنا كنت استخدم الفعل infinitive مجرد اما هنا مع how about والwhat about استخدم فيها ing how about going ما اقول how about go اوكي what about going ما اقول what about go اوكي for example راح اعطيكم مثال للقاعدتين عشان تكون تركز اكثر اوكي هنا for example why why don't why don't we go shopping for example for example اوكي هنا الفعل بعد why don't هنا go مجرد infinitive ما في اي اضافة نفس الشي لما استخدمها مع الليتس راح اقول let us go shopping اوكي دعنا نذهب للتسوق let us go shopping مع القاعدة الثانية لا راح يختلف راح اقول how about how about how about going shopping اوكي نفس الشي لما اقول what about going shopping اوكي بعد الكمن مستيك هنا عندي هنا نفس الشي عندي بعض التعبيرات نفس الشي جدا جميلة لما استخدمها لما تكون مستخدمة عندي اكثر اثناء التحدث يكون التحدث عندي جميل ومفهوم للطرف الثاني اللي يسمعني اوكي عندي هنا محادثة i was late for work today انه انا كنت متأخر اليوم في العمل يريد علي يقول oh there was your post angry هنا متأ استخدم oh there يقول استخدم ها used when you are surprised or disappointed اوكي استخدم ها لما اكون انا متفاجئ او يعني مثل ما نقول مخيب الامل او مخيب الرجاء اوكي disappointed معناها مخيب الامل انه خاب خاب املي في هذا الشي اوكي او لما اكون متفاجئ هنا oh dare معناها oh dare معناها بالعربية معناها للأسف او لا مو للأسف انه متفاجئ انه يا للهول انه هل كان البوس حقك angry انه هل كان الرئيس حقك غاضب او معصب او dare هنا معناها بالعربية يا للهول اوكي اللي بعدها I forgot to bring your book انه انا نسيت احضر كتابك قال oh it doesn't matter انه مو مشكلة مو مهم I don't need it انه ما راح احتاج اوكي هنا معناها it doesn't matter شنو معناها معناها it is not important انه مو مهم انه ما راح احتاج الكتاب اصلا اوكي فهنا عندي تعبير اللي بعدها it doesn't matter it doesn't matter معناها بالعربية معناها ليس مهم اوكي اللي بعدها I am sorry but I can't come to your party انه اسف ما راح اقدر اجي للحفلة تبعك what what a pity used when you are disappointed راح راح استخدم هذا التعبير لما اكون خاب ظني او خاب املي في هذا الشيء المعين انه هو ما راح يجي في الحفلة تبعي انه اقول لا what a pity معناها انه يا للأسف او مثل ما نقول خسارة ما راح تيجي كده او فهنا what a pity معناها بالعربية راح يكون خسارة مثل ما نقول او للأسف او التعبير اللي بعد i passed my exam انه انا عديت الاختبار حق انتبعي راح يقول لي well done انه احسنت او مثل ما نقول باللغة العربية الفرص يسموها مرحى انه احسنت يعني نفس المعنى well done well done هنا استخدمها لما اكافأ او اقول اشجع الشخص المقابل اللي يكلمني هنا يقول انه عد الاختبار فانا اقول لا احسنت هنا استخدمها عبارة تشجيعية هذه هرياب هنا استخدمها لما استخدمها to be quickly يعني خلك سريعة او بسرعة او اسرع مثل ما نقول هرياب معناها بالعربية راح يكون اسرع to be quickly انه التكسي موجود هنا او انه بعدها look out or be careful هنا عندي تعبيرين لهم نفس المعنى look out be careful there is a car coming انه السيارة السيارة جاية شنو معناها look out or be careful i think you are most of you are knowing the meaning انه اغلبكم اتوقع انه يعرف معناها look out or be careful لها نفس المعنى معناها بالعربية معناها بالعربية مثل ما نقول احذر او دير بالك انه السيارة جاية احذر معناها بالعربية احذر او اخذ بالك او ادير بالك او احترس نفس المعنى look out be careful او عندي هنا اللي بعد we need to buy marta's birthday present انه احتاج انه اشتري هدية لعد ميلاد مارتا هنا شنو يريد يقول absolutely انه قطعا او بالتأكيد what about getting her scarf ماذا عن هنا يقدم اقتراح انه ماذا لو اشتريت لها الحجاب او الشال متى استخدم absolutely استخدمها used when you agree strongly لما اكون موافقة بقوة على هذا الاقتراح فانا اقول absolutely absolutely معناها قطعا او بالتأكيد او مثل ما نقول مئة بالمئة ok absolutely معناها قطعا او بالتأكيد هنا لما استخدمها لما اكون موافقة على الاقتراح بشدة او بقوة i agree let us go shopping let us go shopping this afternoon yes حسن hello حسن ok 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 i agree i agree let us go shopping this afternoon انه انا موافقة او اوافق كالرأي دعنا نذهب اليك تسوق هذا المساء او هذه الظهيرة ok i agree i agree متى استخدمها استخدمها لما اكون موافقة على الاقتراح i agree for example i agree with you لما اكون موافقة معاك في النقطة معينة او فكرة معينة راح اقولك i agree with you i agree معناها موافقك او انا موافق ok هنا عندي common mistakes اخطاء شائعة اخطاء شائعة هنا i agree اقولها اقولها كذا i agree ما اقول i don't or i don't agree هذي اقولها كذا لما اكون موافقة راح اقول i agree لما اكون معارضة او غير موافقة فاقول i don't agree ما راح اقول i am agree لا هذا خطأ ولا راح اقول i am not agree لا نفس الشيء هذا خطأ فالصحيحة العبارات الصحيحة اثناء التحدث راح اقول i agree with you or i don't agree with you اعارضك او او اوافقك الرأي او الفكرة اوكي هنا خلصنا الفقرة ب راح ننتقل لل exercises هنا هنا في exercise ما راح ما راح اشوف اجاباتكم مكتوبة ف please ابيكم تشاركوني بالصوت اوكي number one exercise number one من اللي حاب يشارك معايا في الحل التمارين yes عبد ال ال yes عبد ال حسن please انتور انتور عبد ال yes عبد ال hello can you hear me عبد ال ال عبد ال افتح المايك تبعك في على الجهة اليمنى اضغط لها active خليها تتفاعل خلي المايك تبعك يتفاعل على الجهة اليمنى عبد ال yes 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 ايوة ايوة عبد ال اله اوك اوك بتول اوك بتول عبد ال اله حاول مرة ثانية اوك بتول بتول العباد بتول تسمعيني اضغطي على المايك تبعك على الجهة اليمنى اضغطي عليها سوي لها connect سوي لها اتصال او تفعيل yes بتول hello بتول بتول شفتي المايك تبعك على الجهة اليمنى عندك مايك على الجهة اليمنى سوي لها connect please ايوة بتول yes بتول ايوة بتول اسمعيني hello بتول ايوة ايوة راح نعمل مع بعض المثال exercise number one nine one اوك choose a word from a opposite to complete the sentences اوك راح نختار بعض الكلمات عشان نكمل الجمل الفقرة المثال الاول سوالي it is boring here هنا ملل جدا let's go somewhere else دعنا نذهب الى مكان اخر او مكان غير هذا المكان اوك number two there were 20 people at the lecture انو كان يوجد 20 شخص في المحاضرة هنا شنو راح استخدم هنا for example بالعربية راح شنو no 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 لا 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 هنا بالعربية مثل ما نقول انو كان يوجد حوالي او تقريبا 20 شخص في المحاضرة شنو راح تكون الكلمة شنو الكلمة اللي استخدمناها معناها حوالي او تقريبا رجعت لش الدرس اخذناها تبع الكلمات تبع الword اخذناها حوالي او تقريبا كان يوجد حوالي او تقريبا 20 شخص في المحاضرة yes بطول yes excellent yes good good بطول around حوالي او تقريبا 20 شخص تمام number three it is a lovely photo it is a lovely photo شنو راح اقول راح اقول ها هي صورة جدا جميلة شنو راح استخدم اي كلمة yes بطول اي كلمة راح استخدمها هنا معناها جدا او للغاية yes yes you are right yes you are right betul really really okay it is a really lovely photo number number four have you had enough to eat هل عندك شي تاك زيادة او كفاية would you like anything هل تتواج في او ترغب في شي اضافة او زيادة او ايضا شنو راح استخدم بالاضافة اي كلمة معناها بالاضافة in addition in addition would you like anything actually 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 لا لا ما استخدم لها actually هنا معناها in addition any no no not anyway شنو راح استخدم in addition or different او 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 انا مكنت موجودة في هذه من البداية او 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 مو مشكلة هل you had enough to eat would you like anything else هنا راح استخدم كلمة else انو هل ترقب في شيء زيادة او بالاضافة الى الاكل الموجود او number five he said he was a doctor هو يقول انو كان doctor but he is فراق still a medical student لكن 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 في الحقيقة او في الواقع لا يزال طالب ضب هنا شنو راح استخدم اي كلمة معناها معناها في الحقيقة او في الواقع really no in reality معناها in reality في الحقيقة او في الواقع راح تكون كلمة اول كلمة معناها اول كلمة شنو yes actually 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 okay okay تمام راح استخدم كلمة actually but he is actually still medical student number six the journey takes فراق two hours الرحلة استقرقت حوالي او تقريبا ساعتين فراح استخدم كلمة the journey takes around two hours الرحلة استغرقت ساعتين okay thank you بطول thank you بطول you are welcome okay yes عبدالله عبدالله hello عبدالله yes عبدالله اضغط على المايك تبعك على الجهة اليمنى سوي لك connect سوي لك اتصال او تفعيل عبدالله عبدالله okay yes i can i can hear you okay do number two please choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة okay number two okay number two i don't mind or matter or agree what would you what we do it is all the same to me meter no هنا عندي i don't فهنا كأنه يغششني الاجابة i don't i don't انا استخدم معاها شنو انو مو مهم عندي او i don't mind agree yes هنا mind فقط مو مو يا agree okay عبدالله i don't okay tamam i don't الاجابة i don't mind i don't mind yes okay okay number three it's up it is up to you or let us or i agree invite rachel to dinner tonight yes yes you are لا لا خطأ هنا شنو راح استخدم هنا اقدم الاقتراح راح اقول لا انو وش رايك او it's up let let yeah let us انو دعنا ندعو ريشال الى العشا هذا المساء okay let us yes okay number four be careful or what a pity or oh dear in london there is lots of traffic here انو هنا يحذر انو لندن او شنو راح اختار لانا لندن فيها حركة المرور سريعة yes yes you are right عبدالإلا be careful yes الاجابة be careful احذر في لندن او احترس yes number five i don't have time to go to the cinema and really or absolutely or anyway i have seen the film already انو هنا شنو يقول انو ما عنده وقت يروح للسينما انو علك الحال انو هو شاف الفيلم مسبقا absolutely no i don't have time to go to the cinema and انو علك الحال انو انا شغيف الشنو really no really no no الفرقات وين هوا حدث انت لا عند لا ما عندي فرقات عندي ثلاث كلمات really absolutely anyway yes anyway yes you are right you are right عبدالإلا thank you عبدالإلا thank you okay عبير عبير hello عبير عبير اضغطي على المايك تبعيك على الجهة اليوم نسوي لك connect yes عبير hello عبير are you here عبير عبير انت معانا عبير hello عبير عبير okay okay i want somebody رضا رضا are you ready رضا زينب ياسمين كوسر العلي i think i think you're not here you're not here حليمة حسين مرزوق okay منو جاهز فيكم يعمل معايا number three come on guys عبير hello عبير okay حسن حسن yes yes حسن okay عندي هنا number three choose an expression from the box to fit this situation انو اختار التعبير المناسب على الحالة المناسبة اللي عندي okay number one حلها لي oh dear انو يال الهاول انو كب عليه العصيل okay number two شنو التعبير المناسب على هذي الحالة here they are no هنا واضح انو or what's up لا لا هنا واضح انو هي راح توقع او شي فهنا فتقول لها هنا شنو راح تقول لها في هذي الحالة yes yes you are right look out انو احذر او احترس okay number three هنا يقول لي I didn't get the bad job انو ما حصلت على الوظيفة شنو راح شنو راح تجاوبة في هذي الحالة هو ما حصل على الوظيفة yes yes you are right حسن what's up okay تمام number four number four do you want to go to the party or not انو هل ترغب في الذهاب الى الحفلة او لا شنو راح تجاوب yes yes you are right it's up to you it's up to you الامر متروك لك او براحتك okay okay تمام حسن number five انو هي شنو راح yes yes you are right هري اب انو هي جهزت العشا وتنتظرهم هري اب اوكي اخر شيء number six انو بنتها جابت لها الرسمة فهي تشجعها شنو تقول لها yes you are right well done thank you حسن thank you okay زينب ياسمين دريم زاد نور كوثرة العلي احد منكم جاهز يحل معايا number four please be active come on guys ما حدا بدو يعمل معايا number four حليمة حسين مرزوق رضا انتو معانا زينب ياسمين كوثر كوثرة by the way i can't see anything you are typing ما اقدر اشوف اي شيء انتو تكتبو ف please رح نعمل التمارين بالصوت اخر تمرين عندنا هنا سهل i think it's easy هو سهل يقول لي correct the eight هنا ما في حدا متفاعل غير حسن حليمة حليمة are you ready بطول yes بطول yes بطول correct the eight mistakes in the dialogue يقول لي صححي ثمانية اخطاء موجودة في الحوار حوار between dialogue between vera and like اوكي بطول yes بطول can you hear me بطول بطول اغطي على المايك تباعك على الجهة اليمنى سوي لك connect please okay تمام okay okay vera we need to celebrate انه نبي نحتفل i got a new job انه هي حصلت على وظيفة جديدة لك يجاوبها يقول well done هنا الخطأ ما يقول made done okay هذا اول خطأ الخطأ الثاني how about go out for a meal this evening شن الخطأ هنا في خطأ في الجملة how about go out for a meal this evening هنا مع how about هل استخدم الفعل infinitive how about استخدم معها الفعل لا الخطأ مو في how about في الفعل اللي بعدها how about ما راح استخدم معها الفعل infinitive ما راح استخدم معها مجرد راح استخدم معها شنو في الفعل شنو في الفعل ارجع لك لل expectations اوكي بتول هنا how about الفعل شنو في ركزي على common mistakes how about بعد هالفعل شنو في how about i can هنا شنو كاتب لي في no شنو كاتب لي هنا في المحادثة كاتب لي how about go هنا خطأ ما اقول how about go لا لانه how about استخدم وراها going فالخطأ في go ما راح تكون go راح تكون going اوكي how about going out for a meal this evening يقدم اقتراح انو ماذا عن انو نطلع برنا ونأكل الوجبة هذا المساء اوكي فيرا great let us go oh i answered جاوبتها great let us هنا الخطأ ما حط لي us اوكي فهنا راح تكون let us go اوكي 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 هذا الخطأ الثالث الخطأ الرابع i like i like اوكي let us go to the italian restaurant oh do you prefer the chinese one i don't mind it هنا فيها خطأ i like the italian one but it's very expensive هنا فيها خطأ i don't mind it هنا ما خذنا هالتعبير فيها it اخذناها بس i don't mind فرا راح احد في it اوكي بتقول i don't mind بس بدون ال it اوكي هذا التصحيح اللي بعدها oh it is not matter هنا فيها خطأ ما خذينا it is not it is not matter it is not matter شنو خذيناها راح ارجع لك للتعابير yes yes you are right but it doesn't matter it doesn't matter مو مهم okay it doesn't matter okay انا استخدم why don't خذيناها بعدها الفعل شنو في هل في اضافة او مجرد شوف الاكسبرشن الاولى التعبير الاول why don't we الفعل بعدها go هنا شنو كاتب لي why don't we going فالخطأ هنا في going المفروض ما احد فيها ing go بس فعل مجرد ما في اي اضافة او ايوة يعني ما فيها ing راح احذف ing اخلي go لوحدها باقي لي تغريبا خطأ ويكمل عندي ثمانية اخطاء او لبعدها vera i am agree هنا صح او خطأ التعبير i am agree شنو خذناها لك زي على common mistakes هنا يقول لي ما راح اقول i am agree شنو راح اقول مكان ها هنا يقول i am agree هذا خطأ المفروض ما اقول i am agree راح اقول yes باتول هنا لما اقول i am agree هذا خطأ باتول معايا باتول hello باتول باتول معايا ولا okay yes yes hasan yes hasan شنو sorry باتول i can't hear you hasan or sorry hasan zainab 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 hello zainab can you hear me zainab اغطي على المايك تبعك على الجهة اليمنى سوي لك connect please سوي لاتصال او تفعيل zainab hello zainab zainab are you here yes zainab yes zainab تسمعيني zainab hi yes 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 vera هنا تقول i agree ما راح اقول i am agree okay فهنا راح تكون i agree الصحيحة and i would love to see that film with georgia cloney would you هنا يريد عليها absolute here صح او خطأ الكلمة الاخيرة هنا صحيحة او خاطئة yes شنو راح اقول مكانها ها شنو خزيناها الكلمة او التعبير معناها قبعا او بالتأكيد او مئة بالمئة آخر شي راح تكون absolutely yes yes you are right زينب you are right راح تكون absolutely yes راح اكتبها كحال اضيف لها ال y absolutely okay thank you زينب thank you زينب okay الى هنا وصلنا الى ختام المحاضرة وتقريبا الواحدة التاسعة هذه نهاية الشابتر الاول نهاية الفصل الاول اللي related to family المتعلق بال family العائلة ان شاء الله المحاضرة الجاية راح نتكلم عن الشابتر الثاني لبعده مع الوحدة العاشرة okay اللي هو راح يتكلم عن food and drink الطعام والشراب okay هنا وصلنا الى ختام المحاضرة اتمنى انكم تستمتعتوا معايا وكان الدرس مفيد للكم لانه اتوقع انه الدرس كان يحتوي على مفردات او تعابير جدا مفيدة وجميلة اثناء التحدث يعني لما استخدمها اثناء التحدث راح يكون التحدث تبعي ممتاز ورح يكون مفهوم للطرف الاخر اوكي اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا معايا بس بليز لا تنسوا ترسلوا تقييمكم على رقم الواتساب رقم المجموعة ارسل اسمك الاول والاخير على رقم المجموعة انه انت حضرت المحاضرة المستوى المبتدى واذكر تعليقك على المحاضرة المحاضرة كانت ممتعة مفيدة مملة ممتازة اكتب تعليقك بشكل عام اوكي واذا عندك اذا عندك اقتراح او استفسار او اقتراح انه نقدم الافضل اثناء شرح الدروس اوكي ارسل تقييمك وتعليقك على المحاضرة لا تنسوا تكتبوا اسمكم الاول الان اكتب اسمك الاول والاخير والتعليق او التقييم على المحاضرة على رقم المجموعة ولفاتة المحاضرات الماضية يقدر يشوفها في المسجلة في على قناتنا قناة اليوتيوب راح ارسل لكم الرابط رابط القناة اللي ما اشترك فيها يشترك مشان المحاضرات المسجلة السابقة اللي فاتت المحاضرات السابقة يقدر يشوفها على قناة اليوتيوب اشكركم جميعا اشكروا ارتفاعلكم اتمنىكم استفدتوا واستمتعتوا معايا في الدرس يس حسن هلو هلو يس يعطيك العافية يس بس بس الرابط يعافيك ما قدر ما قدر امسك رابط اليوتيوب راح اعطيك اسم القناة اسم القناة هجر اكاديمي اسم القناة هجر اكاديمي ادخل عليه على اليوتيوب اعافيك تانكيو حسن رسلت لقييمك وتعليقك على المحاضرة لا تنسى اوكي هذا اسم القناة على اليوتيوب حسن هجر اكاديمي اكتبه اتوقع يطلع لك القناة سوي لها اشترك بالقناة وتقدر تشوف المحاضرات السابقة اللي فاتتك اوكي اوكي شكرا جميعا على التفاعل والحضور في المحاضرة اتمنى استمتعتوا واستفجتوا اوكي ان شاء الله اشوفكم محاضرة الجاية باذن الله الا اوكي لا تنسوا ترسلوا التقييم على قناة على على رقم المجموعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة